السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحالات اللي بتمر مع الديفلوبر لما بيستخدم اي بي اي جيتوي هي طلب تغيير ال اي بي اي كونتكست طبعا ال اي بي اي كونتكست احيانا يطلق عليه مثلا اند بوينت او احيانا في بعض الناس بتقول عنه يوارل المهم هو خلنا نقول اليوارل اللي بيجي بعد البيس يوارل تبع الدومين تبعه يعني لنفترض فرضا لنفترض عنا http.example.com هذا الدومين تبعنا الابي اي اند بوينت مثلاARS آآه اكس او جي اي 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 ا new هذا المثال راح نشوفه V1 Cities مثلا مثال تمام ممكن يجي يمكن يجي خلنا نقول requirement انه نحن بدنا نشيل مثلا لنفطرد هذا الباثكروب مثال بدنا يتحول من هذا الكونتكس هذا طبعا في WSO2 API Manager اسمه كونتكس هذا كله اسمه ايش كونتكس بدنا نغيره يسوي كونتكس بهالطريقه ايش الحل عشان نسوي هذا الكلام خلينا نشوف مع مثال عملي في WSO2 API Manager طيب اول شي راح نشوف الAPI تبعنا اللي نحن بدنا الهلو وورد راح ناخد الURL تبعنا اي API المهم يعني API ترجعنا response لنفطرد سويناها الهلو الكونتكس اسمه GIS Cities V1 Cities مثلا طبعا هذا هذا الVibgen وهي الEndpoint هادا هو الكونتكس هادا هو ايش الكونتكس create and publish صار في عنا Endpoint هادا الكونتكس تبعها ABI هادا الكونتكس تبعها طيب خلنا نشوف الان في الdeveloper portal لو راحنا عالdeveloper portal واضفنا new application مثلا my app save وبدنا نسوي subscription لالABI اللي اسمه my hello طبعا هون بيطلع on hold لانه نحن مفعلين ميزة انه في approval على هذا طبعا هاد موحة ديثنا الان المهم صار في عنا خلنا نقول application وفي عنا subscription على الendpoint اللي اسمه my hello طيب خلينا نقال نسوي لك طبعا هاي steps كله ما لدخل في خلنا نقول في كيف تغير الكونتكس وانما نحن عم يشوف مثال انه كيف ضفنا url كيف ضفنا endpoint وراح نجرب نستخدمها وبعدها ايش نجرب نغير url تبعها ويشوف كيف ايش راح تشتغل طبعا هادا هو url اذا ما بدنا هاي الواحد يلي هو الvirgin بيمكاننا نيجي على business info اتوقع لا basic info ونقول له default virgin يلي هو الحالي نحطه ايش yes وبالتالي ما في دعي ايش نحط واحد اخر شي المهم الآن خلنا نرجع ناخد token تبعنا generate نجرب هاي هي الend point اللي بنيناها الآن ايش اسمها gis cities v1 طبعا ننتبه انه الend point في الapi gateway هي case sensitive send لاحظوك انه اعطانا not found ليش لانه وحطينا g capital وهي نحن عرفناها g small طب كيف ممكن نغير هذا الكلام كيف كيف ممكن نسوي مثلا مثال gis capital v capital c capital كأنه end point جديدة طبعا لو سأينا center رح يعطينا not found خلنا نروح على الapi manager الCarbon لاحظو الURL هو الCarbon sorry اللي هو الCarbon في عنا شي اسمه resources طبعا هذا الconcept ما هو محصور فقط على الapi manager هذا موجود حتى في الWSO2 identity server موضوع resources وكيف نسوي management من UI خلنا نروح على detain view اسهل لاحظو على steps دخلنا على system governance API management application data provider admin لاحظو هاي my hello هي اسم الapi اللي احني اضفناها واحد هو الvirgin بعدين ندخل هون على API لاحظو ايش نسوي G capital V capital كأنه سوينا كأنه سوينا ايش URL الجديد لأنه هو في النهاية بعدين بنقول save الان لو جربنا لاحظوا لسه الجديد ما تفعل الجديد ما تفعل طب كيف نفعله نروح على ال my hello هي الapi definition طبعا الهدف هون فقط عشان نسوي save and deploy save and deploy بس الهدف نسوي deploy الان المفروض سوى deploy لو جعنا جربنا مرة ثانية الان اشتغل ايش new url g capital v capital c capital لو حطينا g small مثلا send not found ليش خلص هذا بالنسبة له url جديد url هاد ما عد موجود url الجديد صار اسمه g capital send وهيك بيكون نحن غيرنا الكون تكست كان بطريقة وغيرنا الى url جديد تماما هذا باختصار الى كيفية تغيير الكون تكست لا بي اي في دابليو سوتو اي بي اي منجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته